خمس سنوات من تعثر معركة الشرعية ضد الانقلاب دفعت العديد من النخب السياسية والفكرية اليمنية إلى إثارة تساؤلات من قبيل هل أصبحت الحرب عبثية؟ كيف يمكن التوصل للسلام وإنهاء حرب لا تبدو مؤشرات حسمها قريبة؟ إقامة الرئيس هادي ومعاونيه في الرياض طوال خمس سنوات وتسليم القرار الوطني لها حول الشرعية من رمز للبلاد يلتف حولها اليمنيون المتطلعون للدولة والجمهورية إلى مظلة لشرعنة أطماع وأجندات السعودية والإمارات في اليمن بروز الأهداف الخفية للسعودية والإمارات وتواطؤ الشرعية معها جعل المشهد اليوم مختلفا كليا عن لحظة انطلاق ما سمي بعاصفة الحزم وتأسيس مشروع مقاومة الانقلاب الحوثي عملت الرياض وأبو ظبي على تثبيت انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية بعدا في أغسطس من العام 2019 في حين ذهبت السعودية لتثبيت سيطراتها العسكرية على محافظة المهر شرقا فيما تستمر الهيمنة على المطارات والسواحل والجزر والموانئ اليمنية وبين هذا وذاك تمضي ميليشيا الحوثي في معركتها لإسقاط المدن والمعسكرات التابعة للحكومة الشرعية دون أي إسناد مفترض من رأس الدولة وقيادة وزارة الدفاع انكسارات دفعت البعض للبحث عن حل قد يأتي بالتصالح مع ميليشيا الإمامة تعبيرا عن الاعتراض على أداء الشرعية حينا وأحيانا أخرى تعبيرا عن حالة اللايقين بجدوى استمرار معركة استعادة الدولة بقيادات سبق وأن تواطأت لإسقاطها وبالمقابل يرى آخرون أن المعركة ضد المشروع الإمامي لا تعني الرئيس هادي ومن حوله فقط بل هي مشروع جميع اليمنيين الأحرار الذين يرفضون المشروع الحوثي وسيستمرون في مواجهة هذا المشروع سواء بهادي أو بدونه هذا الجدل الذي انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا دفع بالعديد من أبناء المقاومة والجيش إلى التعبير عن موقفهم الرافض لأي خيارات تتحدث عن استسلام أو عن سلام هش مع ميليشيا الحوثي مستحضرين نضالات أبناء الحركة الوطنية وثوار سبتمبر الذين واجهوا المشروع الإمامي لسنوات طويلة حتى تحقيق الجمهورية وإنهاء كهنوت الإمامة